معاناة نازحين في مخيمات بزيابيز جنوبي عمرية الفلوجة تتجدد مع قدوم فصل الشتاء من كل عام فالمخيمات تفتقر لأبسط مقاومات الحياة حيث لا يتوفر فيها كهرباء ولا ماء إضافة إلى انعدام المشتقات النفطية فضلا عن نقص حاد في المواد الغذائية التي انقطعت عنهم منذ شهور عن حال الضيم حالنا والله ونعاني هسا نفط أبيض ماكو ما حد يجينا بالانتخابات عناك آني هسا سووها هنا هسا مايسا خليسمعونا اللي جونا بالانتخابات خليسمعونا هسا وين النفط دزينا للبارها يقول إلا الشخط يروح مننا للنسيب وهنا حصة أربعين والله معناتنا جاعدين وساعتين وهي ما بيأماني جاعدين وساعتين لا حكومة نطين ولا عرب ولا كتشاعدين وساعتين في الحصة كل من يجي غير غربين وذاب إحنا البريد وذاب إحنا البريد وذاب إحنا الهلاش والجوع وضيم الضيم يا جلت الوالي الوالي غير منهم غير الحكومة ثمانية أعوام وما زالنا زحوجر في الصخر والأعواسات يقطنون في هذه الخيام المتهالكة ناهيك عن الأمراض التي يتعرض لها الأطفال بسبب شدة البرد وغياب المنظمات الإنسانية والدولية إضافة إلى غياب الدعم الحكومي ثمان سنوات لازم الإنسان يكون له مصير عراقه هو معراقي وين ينطوجه شنو السبب اللي إحنا قاعدين بيه ثمان سنوات بالخيام يعني ماكو مسؤول يسأل عنه يقول يعني ناس الخيرة يشوف هاي العوائل اللي قاعدة بالخيام شنو ذنبه اللي عنده مريض واللي عنده مريضين واللي ثلاثة إحنا ناجحين جنف الصخر المطال بالحكومة إن شاء الله يترجعنا إلى ديارنا أول وقت يعني صار يعني سمع سنوات لثمان سنوات ما نحرف عن ديرتنا أي شيء وشي بعد ما يتحمل لا تختلف ماسات مخيم عن آخر ليبقى الحل الوحيد أمامهم هو العودة إلى المناطق التي نجحوا منها آملين من الحكومة العراقية لإصراع بالإجراءات اللازمة لذلك من الأنبار أحمد الحمداني قناة التغيير